إننا يبقى بعد أن تفنى الثنوب إيه ده تأثير المزيكة تأثير المزيكة بيبقى في بعض الأحيان كده يعني إيه ما ينفعش تعبري عنه بيبقى من البنيات بمتعة مختلفة خالص أنت بتحسي الحكاية دي من الناس اللي بتغنيلهم لما بينك وبينهم على طول يعني شايفانهم وشايفينك بحسي بكده فعلا؟ طبعاً بحس لما حس إن حد متأثر أو بيتملى بالمزيكة اللي جياله يعني فعلاً بيتملى بي اسكندراني اسكندراني بيتملى معلش أنا اسكندرانية حق ومحتفظة بسكندريتي أيها جداً معتزة بيها جداً بتقضي بقية اسكندريتي قد إيه من السنة؟ لما باجي مصر أنا بيتي هناك ببعادة هناك فيعني كل كام شهر كل منزل مصر أبعادة هناك البني أدم لما بقيش فترة طويلة من عمره بعد في صفر إما إنه بيرجع مشتاءه وبلده وحشاء قوي وبيته زي ما أنت بتقولي وعيلته الحياة القديمة اللي هو كان عايشها يعني أو إنه بيرجع مش عارف يتعود ومش متأقلم أنت بتتأقلمي وتتعودي ولا بيبقى عندك صعوبة؟ لا خلاص بتعود وبتأقلم أنا بقالي 15 سنة بره فيمكن في الأول خالص أول كام سنة كان فيه الإحساس ده بس خلاص بقى عندي سرعة التأقلم لأن أنا برضو بسافر بلاد كتير وبتحرك كتير فبقى عندي جسمي ومخي متعودين إنه بوصل المكان أنا في المكان بطريقته؟ آه بطريقته بقى بالزبط بثقافته بأكله بكل حاجة فبتترجعي الدفولت المصري الدفولت الإسكندراني مثلا آه طبعا فيه فرق كبير؟ فيه فرق كبير ضيارتي فيه لما سافرتي وقعدتي فترة طويلة؟ آه بقيت منظمة أكتر آه بره ما فيش مساحة للفهلوة بتاعتنا أوي صح بس أنا كنت تربية مدرسة ألماني آه الألمان الألمان آه أهلا بيك بالزبط يعني لي أصحاب كتير قوي من مدرسة الألمانية أكيد فهدك عارف فيعني لأ مفيش فهلوة من الأول مع عمري ما تربيت على آه هو كيفي مدرسة ألماني في أنا معرفش في اسكندرية دي أول مدرسة أقدم مدرسة في مصر ما أشكد بقليش الألماني على فكرة اللي بتعلمهم مدرسة ألماني المتعاصمين لمدرسهم ببدا آه لأ أنا عرف الاتنين اللي هنا أصحابي من الاتنين اللي هنا أنا دي أس بي أتراجوا عليك دلوقتي بجد 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 في حد بيبعثي مسجي يعني بيقول لا لا بجد لا يا دي أس بي في اسكندرية برضو هي أقدم مدرسة أنا لسه مغنية في الحفل أنا واحدة سجن النساء شوفتي أنا عارف إزاي صح مش عارف ألي واحدة في لا إحنا مدرسة بنات طبعا دي أس بي بنات بس الظل ما بيارفوش أهزاره على فكرة لا لا عشان مدرسة رهبات كمان ما بيارفوش أهزاره يعني حتى إما بتقولوا تهزاري معاهم ما بيستقبلوش مش بيفهموا الهزار أو ما بيفهموش الهزار أنا بقى دي ممكن دي حيات غيرت فيه فتايت أفهم الهزار فتايت يعني تتجاوبي تتفعلي مع الهزار بالزبط شوية بس لأ فأنا طول عمري متربية تربية في البيت وفي المدرسة حقيقة يعني على النظام والشغل وفيش فهلوة بتتمرني في الأجازة ولا بتفصلي خالص عن كل حاجة أنا لا فيه أجازة لازم أفصل فيها الصيف بالنسبة لي فاصل عنه بنس أنا مين بنس أنا بعمل إيه معلش طيب يعني أنت لما بتغني دلوقتي أنت بتغني من غير أي نوع من التدريب بقى لك فترة لا أنا بقالي سبتمبر بقى بتاقي تاريخة تاني طبعا أو من أواخر أغسطس كمان لكن ما تتضربيش بينك وبالنفسك كده في الصيف لأ في الصيف ما تعميش حاجة يعني باخد لي كم أسبوع في الصيف يعني أنسى أني مغنية أصلا أساسا يعني أفصل خالص لازم أفصل لازم مخي اللي حواليك بينسوا أنك مغنية وأنك فرح ديباني وكده ولا لأ يعني لأ بس صحابي أكيد لأ صحابي يعني بالنسبة لهم صحابي من وإحنا صغارين فأنا فرح في الآخر نفس الشخص بس يباليهم إحساس مختلف بك وفخورين بك بيدلع أوكي شوية تيقلي I hope يعني تيقلي أنهم مبسوطين يعني بيدعموا جدا اللي أنا بعمله ما بتتعبيش من الرجوع تاني لباريس أنه خلاص رجع تاني بقى للشغل والحياة الفرنساوي وكده ده بيتعب أو ما بيتعبش؟ كنت في الأول بعتعب برضو برضو بزايد أنا كنت قابل لباريس كنت عايشة في ألمانيا سبع سنين درست هناك وكده فأنا كنت الرجوع دايما لألمانيا دي كان صعبة لأن الجو سقعة وفيه يعني واحد بيرجع على كآبة باريس أحلى شوية بصراحة باريس لا فيها حركة ومشاعر أكتر فيها حياة وفيها بحر متوصد بقى بالزبط يعني بنتي روح للنحة التانية يعني آه عديت البحر مستندريا للنحة التانية نفس آه هي فالدلوقتي ما بتتعبيش لا بصاعات بتعب بس يعني يعني أكيد بتعب بس يعني بتعيد تعود نفسي إن التعب دا ما يخدش وقت مني خلاص حتى لو تعبت شوية بقى أقلم بسرعة بقى أنا هنا أبقى يعني أركز في أن أنا في المكان لأنا فيه أعيش الحياة لأنا فيها دي في المكان دا في الغنى بتحسي بصعوبة لما بتغني عربي؟ مش صعوبة بس بحس إنه ممكن بقى فيه ضغط علي إنه يعني بحس إنه بقى فيه توقعات أو الناس بقى هتسمع غني عربي إزاي هي طلع منها لكنا مختلفة هي طلع منها طريقة نطق بالزبط بالزبط هتغني الشارع إزاي الحاجات دي كلها فبيقى فيه ضغط ممكن شوية أكتر علي أو مسئولية أكبر ليه الفرنسوين بيحبوا الغنى المصري؟ عشان هما بيحبوا أم كلسوم كثير منهم أنا مش عارفة أنا لحد الوقت مش فهمة حبهم الفضيع دا الأم كلسوم والثقافة المصرية هما هما لما حبوا يشبهوا أهم مغنية عندهم لها داليدة قالوا عليها أنه أم كلسوم الفرنسي بالزبط وداليدة في الآخر مصرية يعني برضو يعني عندها لكنة وهي بتغني فرنساوي عندها لكنة واضحة جدا فهم فيه أولا فرنسيين مرتبطين بمصر كحضارتنا بيحبوا الحضارة المصرية والعلم المصريات بسكرة الغنى والمزيكة دي صعب أنها تبقى يعني منتشرة فيهم كده وسبتة ورصخة جدا عندهم أنا متهيأ لي نديجات من برضو العرب اللي تولدوا هناك وشمال أفريقيا بالزبط شمال أفريقيا عرفوهم يعني عبر الأجيال وكده حصل أنهم اتعرفوا على الموسيقى اللي كانت العرب بتسمعها في وقت قوموا من كلسوم وكده فمتهيأ لي نديجات من هنا يعني وفضل الحب ده فضل بس هما يحبوا قولي لي إذا كنت خلطنا لا يحبوا الكلاسيكيات المصرية آه 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 بيحبوا ما كملوش ما كملوش يعني للأجيال الأكبر والأجد مثلا من المغنيين والفنانين المصريين لا مش قوي ما حصلش الـ الاختراق المتهيأ لي مش قوي يعني مش زي مش زي العصر مش زي أم كلسوم وحتى مش بس أم كلسوم يعني هما يعرفوا يعرفوا أسمهان شوية يمكن مش قوي زي أم كلسوم فيروس طبعا في لبنانيين كتير هناك بس أم كلسوم لها شعبية في الفرنسويين أكتر من فيروس يعني الفرنسويين فرنسويين مش العرب يعرفوا أم كلسوم الفرنسويين الأوروبيين الأوروبيين يعرفوا أم كلسوم ومش شرط يعرفوا فيروس ده لنا لاحظتوا أننا دايما لما أقول يقول له أم كلسون دليدة بالنسبة لهم حاجة كبيرة أوي أوي دليدة في حتة أني خالص ودليدة كان عندها لكنة في الفرنساوي ولما كان بتغني لنا بالعربي كان عندها لكنة في العربي في العربي في زمانية طليانية بس هما يعني الفرنساويين يمكن دايماً بيقولوا إن اللكنة دي موجودة بس هما مش بينتقدوها بيحبوها رغم تعصبهم لفكرة لغتهم بالضبط يعني عندهم زي إيديت بياف مثلاً بتغني تيبك البقى فرنش فرنساوي فرنساوي وابتغني فرنساوي قوي لكن دليدة برضو قدرت تمنج أو قدرت نهاية تخلي نفسها حتى تانية للفرنساويين إنتي إيه بتعتبري بالنسبة لك إنتي في الكارير بتاعك ترنينج بوينت هاي اللي هو حفلة تنصيب لا الترنينج بوينت أوبرا باريس بس أوبرا باريس كانت لأوبرا باريس للناس اللي بيعرفوا أوبرا باريس بس لما خدت الجايزة من أوبرا باريس الجايزة الجايزة دي هي اللي فتحت أكتر حتى في الوطن العربي ومصر يعني يبتدوا يبتدوا الناس نحن عدنا فرحة دي باني يخدت الجايزة يعني ما عرفش يعني بس نحن يعني نتباعها ونفخر يعني يعني في شابة مصرية يا رب بيكون دي حاجة الواحد يعني بس أنا حسيتنه هم يبتدوا يشوفوا ان ده يعني فيه في مجال مختلف خالص مش متوقعين مش متوقعين وبالزبط ان حد يعني بيعمل طب مع كل ده أنا ليه الغيذة التي ما شفتش إعلان مثلا عن إنه فرح ليباني حتغني في دار الأوبرا المصرية مش عارف ما عرفش أنا عملت من سنة حفلة في دار الأوبرا المصرية كانت بس كتت حفلة خيرية لصالح مؤسسة خيرية مصرية مين خير وبركة خير وبركة كتت حفلة نجحة قوي الحمد لله يعني كتت سول داوت وكل حاجة بس من وقتها بصراحة ما عملتش حاجة تاني في مصر يعني بس أنا دايما بقول هاديك عارف يعني أنا دايما يعني ما بقولش لأ حتى البزات حياة الخيرية وكده أنا دايما بعمل حاجة كتير أيفل التجاهد أنا عارف أن تعملي مشروع مع الوفاء والأمل كمان بالضبط النور والأمل بالضبط النور والأمل يعني في مشروع عايزة أعمله بصراحة يعني أنا شايف أنت حاجة واحد مفروض يفتخر بيها نا في أوركسترا هو مفروض تعملي حاجة كتير يعني أو أنا تصارنه ضروري أنك زي ما بتعملي مع النور والأمل بتشتغلي على مشروع مات الطبيعي يعني بتهيقلين برضه انه الطبيعي انه يبقى انت عندك وقت معين في السنة بيبقى عندك حفلات في الأوبرا وده لونك بقى يعني شغلك صح صح وده المكان الصح وده طبعا طبعا ومشتدفعين فلوس كتير لا انا انا يعني بجد دايما بيتغالي انه يعني الوزير احمد انه وزير الثقافة يقدر انه يساعد في الموضوع ده لانه ده ضروري اكي انا بس تورد انا عندي قليلين بيسمعوا الغنى ده احتمال اوكي لكن لكن انا بستورد فنانين ومغنيين ومؤدين للون ده من برا صح بينما انا عندي واحدة من الاعلام ما شاء الله صح ولا غلاص صح لا صح لا ويعني طبعا بدن في حد مصري يعني في المجال ده الواحد لازم يستغله يعني يستغل كل الصورس اللي عنده صح في لحظة تقولي انا حخلي يعني اسألتك انك فكرة الجراءة والشجاعة دي محكومة برضو اللي بتحبيه كده انتي بتشتغلي بس علشان اللي بتحبيه حاجة لطيفة قوي يعني انا نفسي عم برنامج تاني مثلا انا بتاع عربيات انا مثلا بحب العربيات اه 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 بتعملي بس اللي تتهمي بي بتحبيه دي حاجة قطيفة يعني معرفش يعني اه ممكن تكون كده بس هو طبعا يعني اه هي الموضوع شكله كده حلو قوي بره شكله انا بعمل اللي انا بحبه بس هو فيه فيه تعب وفيه تحديات كبيرة وفيه تعب نفسي وزهني يعني لا مش حسيتي في اي لحظة من في الكريم بتاعك انه كان فيه تحيز لان انتي مش من المجتمع اللي انتي موجودة فيه حسيتي بانه عشان انتي جاي من مصر مثلا ممكن تتعاملي معاملة مختلفة لا تبقي مغنية اختيار تاني ممكن كده بصراحة لا ما حسيتش بكده وامتالي ما حسيتش بكده لا يعني مش مباشرة عشان اقول ما حسيتش بكده مش حاجة تأثر عليك لا وعفكرة لو ده فعلا حصل انا معرفش يعني لو ده حصل خلاص يعني انا مش مش انا الخسرانة يعني حلوة ثقة في المكسي دي برضو مش انا الخسرانة لا يعني انا ماذا كويس لي اشغل نفسي بحيي انا قصلا مش عارفة هي حصلت ولا 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 هي اي ولا لي اشغل نفسي بيها مش مستعلم اللون بتاع الفن بتاعك ما يتأثرش قوي بالسوشل ميديا والخناقات والحاجات دي صح؟ نعم متاديش نعم متاديش نعم متاديش يعني يا رب ان احنا نبدل مرتاحة بليد نص طوضاعة بتاع السوشل ميديا والحاجات دي اه يعني انا عايزة بتتابع السوشل ميديا؟ اه طبعا بتابع بتابع حاجات كثيرة بتابع كل حاجة انا شخص بيحب المجالات المختلفة يعني عندي اهتمامات كثير بتابع الرياضة جدا يعني انا بقلع بتانس وانو انا صغيرة ولسه وحاجة بتفرج لازم على البطولات البطولات كلها بتابع برضو عمتا اولمبيكس بتابع عمتا الرياضة بتابع برضو شوية السياسة بشوف ايه لي بيحصل يعني كل حاجة الفن كل انواع الفن انت لما قلت المغنيين المفضلين قلت كلهم رجالة غير يعني غير فيروز يعني قلت مثلا فريد لطرش بس الملاحنين والملحنين يعني فريد لطرش طبعا بيغني وفوزي بس اهما كلهم ملاحنين اخترتي الملحن المغني اه التلاتة ملاحنين ومونير مراد لا دول طب وحبت لدليدة خلينا نختم بدليدة اه طبعا ممكن دليدة على طول هي انا بقى بختم دايما بدليدة يلا باغنية يعني بتاري حادتك بتحبها برضو يلا حلوة يا بلد حلوة يا بلد طيب حيل كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي املي دايما كان يا بلدي اني ارجع لك يا بلدي وافضل دايما جنبك على طول وهو وزكرا يد كل اللي فات فكرة يا بلدي قلبي مليا بحكايات فكرة يا بلدي اول حب كان في بلدي مش ممكن انسى يا بلدي فين ايام زمان ناب للودا وواواواواوا رائعة والله رائعة طيب بقولك ايه؟ من أول حب كان في بلدي دي هو الشخصيات اللي إزاي ساعتك بيبقى عندهم البار عالي صح؟ يعني خالص مش عالي؟ لأ بالتالي إنتي في الحاجة حد يبقى وصخ بنفسه قوي ما يحسش إنه مهدد صح؟ صح أكيد بمكانتك وبنجاحك صح لازم حد يبقى وصخ من نفسه ويعني ويحبيني لشخصي دي أهم حاجة بالنسبة لي يحبك لشخصي في عارفة دايما في مجتمعات الشرقية والمجتمعات في مصر مثلا يقولك إيه؟ البنت والولد لما بيسافروا برة جوازهم يتأخر ما يرفوش ينقوا بسهولة الأم تبقى لأنا قوي لا يجي لها واحد خواجة أو يجي أو ابنها يجي ببنت خواجة أنت كان عندك الهواجس دي الهواجس دي والحاجات دي ولا لأ؟ لا بصراحة لأ بصراحة يعني أهلي كان دايما مركزين على التعليم أني أتعلم كويس ولنا أعمل يعني الكرير اللي أنا عايزة صراحة وكانوا بيدعموا ده من أول يوم لحد النهار والباقي كله قراراتك أنت لسخصة أيوة فأنت بستنية البار العالي ده ولا؟ لا أنا مش حتى أي بارز على فكرة خالص أنا مش حتى أي حاجة أنا أسهل من كده يعني بس دايما أقول لازم حد يكون عارفني أنا لشخصي وبيحبني لشخصي يعني هو ده الحاجة اللي بتفضل تلاقيه إن شاء الله ويبقى موجود بس ما يأثرش على أنك تبقي موجودة معايا في البرنامج وما أثرش على شغلك وفنك ومجالك أكيد لا أكيد لا لو حد عارفني بجد بيقدرني عمره ما هيكون كده يعني وإن شاء الله أتصور يعني إن شاء الله أنه لما مرة جاية تبقي موجودة أنت رجعها على فرنسا على طول؟ لا لسه لسه عدا شوية لسه عندي أسبوع جاي ماستر كلاس هدي أول ماستر كلاس هنا ليا في مصر أنا قديت بره قبل كده فهدي في الأيو سي في التحرير في الأيورت هول بنات وليت جايين يتعلموا؟ آه بالزبط فيعني بتنقيهم إنتي ولا هم اللي جايين ولا بيحصل بالزبط؟ لا أنا بيبعتولي بقى كل واحد يبعتلي أعينة صوت بقى آه ويكتب هو بيعمل إيه عنده كم سنة فهتعلميهم تدرس لهم بقى يعني مش هدرس لهم على طب مش طول يعني بس هدي لهم جزء من خبرتي هدي لهم هلمهم التكنيك الغنى إزاي الصوت يقدر يكون صحي فبس يعني الأسبوع الجاي أيو سي أكتشي كمان كررت أن يعملوا بالمشاركة مع شي أرتس فاستفل لو هذك عارف سمعت على الفاستفل ده فاستفل بس للسيدات للستات فعجبني عجباني الفكرة دي عجباني بس الماستر كلاس ولاد وبنات جايلا وستات كل حد يعني طب يعني على الأقل فيش عنصرية مفيش عنصرية صح يونسكو يونسكو دولي دولي المرة الجاية لما تبقى موجودة كمان إن شاء الله نبقى بنشوف إعلان وترتيب الحفلة بتاعتك في الأوبر نتمنى ده إن شاء الله نتمنى أنا كمان بجد وحدك تبقى موجود بس في الحفلة ويبقى فيه فيروس كتير يا سلام ده أنا بدأ من مش 3 و 4 و 5 سنة حابقى موجودة لا لا أنا ملأ جمعة لا ربنا تبقى فرح مبسوط وسعيد دايما إنك بتبقى موجودة معنا رغم إن احنا تقلنا عليك النهاردة شوية لكن حقيقي كنت مبسوط إنك موجودة معنا وأنا متأكد إنه الناس كلها كانت سعيدة ومبسوطة إنه ده ختم حلو لأسبوع صعب يعني يا رب بيكون ده ختم حلو بجد ومرسي على يعني على استضافتي تاني ومرسي على الكلام أنا بحسن أنا بيجي هنا دايما برتاح بهدى نفسي مش عادة ليه فيه أنيرجي جود أنيرجي الحمد لله نورتين ترجعي اسكندرية وسلمين على اسكندرية جدا 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 هيوصل هيوصل ختم لطيف صح؟ ختم لطيف بنبقى محتاجينه كلنا وبنبقى الواحد سعيد جدا إنه الختم ده يبقى زي ما قلت لحرككم على إيد شابة مصرية نكحة ومتفوقة والعالم كله معترف بيها وإحنا بنبقى مستمتعين بنا